نعرف آخر أخبار التقس من زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها عن أخبار المرور صباح الخير يا لب صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان مشاهدين خلونا نستعرض في البداية بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر نبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من نفأ الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وده وسط سيولة في الاتجاهين بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفأ للقادم من الأقاليم متاجه للقاهرة عبر الطريق الزراعي ونفس الموضوع للمتاجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتاجه لمناطق الجيزة ونفس الموضوع برضو للجاية من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي هنستكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة ونبدأ من مدان مصطفى محمود اللي في سيولة مرورية وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان ولو رحنا قريب من محطة مترو جامعة القاهرة بدعا من نزلة كبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية إنما هتكون نسبية كمان فيه كثافات تانية ظهرت أعلى كبري الجامعة ولو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية وطبعا بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة اللي قادم من أكتوبر ومتجه لمنطقة المهندسين ووسط البلد ياخد باله إن الطريق الدائري مغلق والحركة إكباري من نفق حازم حسن ومنه للمحور كمان فيه غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بيتسبب في بعض الكثافات المرورية خلونا نروح للإسماعيلية هنلاقي هناك طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية معدى بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق أما المتاجه لبور سعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بور سعيد هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة خصوصا على الطريق الدائري حوالي مدينة الإسماعيلية محافظة سهاج هنبدأ فيها من محطة القاطر هناك عند سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنع مرياض اللي بيربط عد الطرق الرئيسية فيها سيولة مرورية وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كمان كثافات نسبية وفيه كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سهاج وكمان كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد مع ساعات الزروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير كده خلصت جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة النهاردة فيه انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد وفيه نشاط للرياح على بعض المناطق كمان فيه فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سينة وفيه فرص لأمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38 درجة أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة ونتابع مع حضرتكم التقص بالتفصيل بعد شوي